وزارة التربية والتعليم على مدى عشر سنوات تراعي احتياجات مختلف المحافظات وتلبي متطلبات المشروعات التعليمية التطويرية متضمنة إنشاء ثماني عشرة مدرسة جديدة وثلاثة وعشرين مبنى أكاديميا جديدا بمدارس قائمة مع تطوير منشآت خمس وستين مدرسة قائمة بإمكانات تعينها على الارتقاء بخدمتها التعليمية وذلك بكلفة مائة وواحد وثلاثين مليون دينار وأوضح الوزير أن هذه الخطة الإنشائية التي تمتد إلى عام 2030 تأتي في سياق اهتمام مملكة البحرين بتوفير المقعد الدراسي للجميع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات المدرسية والارتقاء المستمر بالخدمات التعليمية المقدمة في مختلف المناطق جاء ذلك على هامش زيارات ميدانية قام بها الوزير إلى مدرستي باربار الابتدائية للبنين والحورة الثانوية للبنات حيث اطلع على منشآت المدرستين ومرافقهما وما تتضمنانه من إمكانات وتجهيزات لتقديم الخدمة التعليمية في أفضل صورة ثم زار الوزير مدرسة المحرق الابتدائية للبنات للاطلاع على مبنىها الأكاديمي الجديد الذي أضيف إلى منشآت المدرسة لتعزيز قدراتها متضمنا تجهيزات على مستوى عال للارتقاء بالخدمة التعليمية وتخلل ذلك مشاركة الوزير في حصة افتراضية هنأ خلالها الطالبات بالعام الدراسي الجديد وأشر الوزير خلال الزيارات إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم لتوفير الخدمات التعليمية المناسبة من خلال بنية تحتية متطورة وآمنة للمدارس بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مبينا أنه وضمن استعدادات الوزارة لاستقبال الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية هذا العام فقد تم تنفيذ برنامج الصيانة الشاملة الذي يشمل أربعين مدرسة بمختلف المحافظات إضافة إلى استكمال الصيانة الجزئية بحسب احتياجات المدارس الأخرى الحمد لله أن المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لسيدي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المقدة حفظه الله ورعاه تشهد تطورا ودعما في مختلف المجالات فنحن إن شاء الله مستمرين في تطوير البنية التحتية للمدارس ورفق طاقتها الاستعابية هذا العام الدراسي شهد أيضا عودة العديد من المدارس التي تم أخلائها وتم إعادة تأهيلها مرة أخرى لكي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة عندنا خطة إنشائية كبيرة جدا خلال العشر سنوات القادمة تشمل إنشاء 18 مدرسة جديدة و23 مبنى أكاديمي جديد للرفع الطاقة الاستعابية في بعض المدارس وإضافة إلى 65 مدرسة سيتم تطويرها لكي تتناسب مع البرامج المستقبلية التي سوف تطرحها الوزارة هذه المشاريع الإنشائية بما فيها أيضا الصيانة تم رصد ما يقرب من 131 مليون بهدف تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة على الصعيد الإنشائي